احنا ابتدين بقى لنا النهاردة ثالث يوم ولكن ده تشغيل تجريبي الاعلان الرسمي للحملة بتاعة الضيوف مصر هتكون اعتبارا من يوم واحد خمسة ان شاء الله احنا لغاية هذه اللحظة سجلنا بياناتهم او اعداتهم او كده طبعا يا فنم كل حاجة بتبقى على الكمبيوتر سيستم يعني فبالتالي انا ممكن برضه فهنبدأ توقيع الكشف رسميا عليهم من اول مايو بظلطة يا فنم ضمن مبادرة سيد الرئيس لكن دلوقتي تجريبي اه يا فنم يعني احنا في اول يومين خلصنا تقريبا 2500 شخص دلوقتي احنا عندنا 3454 شخص من الاجانب تم الكشف عليهم دلوقتي بظلطة فنم فيه يعني طبعا من الدول العربية يتصدرها فلسطين وسوريا المغرب السودان فيه متحد الاوروبي كشف عندنا متحد اوروبي عندهم تأمين صحي اه ما عليش عنده تأمين صحي اه كشف عندنا كمان اه عشان ايه بيعمل ايه هنا مواطنين من الروسيا مواطنين من اسيا اصدقائنا اصدقائنا نعم تمام الروس كمان اتكشف عليهم تحد اوروبي اتكشف عليهم صحيح ودول من المبادرة صحيح فنم ودول عندهم يورو يعني دول بتكلم جد والله حضرتك عرفت افنة معاني البيانة اللي اصدرته المفضلات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع منظمة الصحة العالمية من ثلاثة ايام قاله ايه بتشكر فيه مهم ده اه قيادة وحكومة وشعبا على كرم المصريين اه في انهم بيقدموا اه الكشف والتحليل والعلاج للاجئين الموجودين في مصر اللي هم ضيوف مصر ضيوف مصر اه بشكل مجاني وبيعملوهم معاملة المصريين وبيقولوا هذا الكرم معتاد من المصريين اللي دايما بيلجأ لها الجميع بحسن عن الامن والسلام في مصر احنا عالجنا اكتر من 3000 لحد الوقت كشفنا عليهم اجانب اه فحصنا بزبط اكتر من 3000 454 بزبط منهم ليبيا منهم العراق منهم فلسطين منهم سوريا منهم تحاد الروبي تحاد الروبي وامريكا الشمالية اه وامريكا الشمالية وامريكا الشمالية كمان بزبط دايه الكرم ده دايه الكرم ده بتكلم جد فيش حد من قطر قاعد هنا قطرين لما طيب ما ظهر ليش يا فن والله لا ظهر واحد ظهر واحد واحد قطري كمان بيننا عالجه اهلا واسهل موجود عندنا اهلا واسهل شعب القطري شعب شقيقي انا بقوله هو لسه بقول اهلا واسهلا طالما على ارض مصر فاهلا واسهلا طبعا فمرحب به وكله هو زي ما حاكم شايف